مرحبا بكم في قناة تريندينج السيارات اليوم جبنا لكم سيارة بيك اوب من العالم الصينية جاك موديل تي ايت سنت 2023 في هذا الفيديو سنلقي نظرة مفصلة على الميزات الخارجية والداخلية للسيارة بالاضافة الى ادائها والقيمة الاجمالية مقابل السعر بسم الله من الخارج اتت جاك تي ايت بتصميم جارئ وعدواني مع شبكة امامية كبيرة ومصابيح امامية حادة مع اضواء نهر يلاد وخطوط عضلية على الجانبين ارتفاعها على الارض يصل الى ميتين وعشر ميليمتر مما يمنحها حضورا قويا على الطريق في الخلف يوجد جانا على السقف ومصابيح خلف يلاد والتي تضيف لمسة رياضية الى التصميم العام وتسير السيارة على جنوت مقاس عشرين بوصة والتي تبدو انيقة وتعزز مظهرها العام بالانتقال الى الداخل يحتوي جاك تي ايت على مقصورة فسيحة ومريحة مع مقاعد تتسع لما يصل الى خمسة ركاب المقاعد تأتي بجلد عالي الجودة او قماش حسب الطلب مما يجعل الراكب يشعر بالفخامة والمتانة جاك تي ايت تأتي بعجلة قيادة قابلة للتعديل مع ازار التحكم في الصوت واربع مكبرات صوتية ومكيف اوتوماتيكي مع منفذ اس بي وفتحة سقف كهربائية وفي الاعلى فئة تأتي بكاميرا 360 درجة المقصورة معزولة جيدا ومستويات الضوضاء منخفضة مما يزيد من الراحة العامة للسيارة تحت غطاء المحرك يتم تشغيل جاك تي ايت بمحرك ديزل سعة اثنان لتر بشاحن توربيني ينتج 138 حصان وعزم اقصى للدوران 320 نيوتر متر وهي متصلة بناقل حركة يدوي من ستة سرعات وتأتي بنظام دفع امام اوروباعي فور ويل درايف حسب الفئة وسعة خزان الوقت 76 لتر والسرعة القصوى هي 150 كم محددة اليكترونيا تم تجهيز جاك تي ايت بمجموعة من ميزات الامان بما في ذلك ستة وسائد هوائية ونظام ابياس و او بي دي و او اس بي ومساعد بدء التلال ونظام تثبيت السرعة كما ان لديها حساسات امامية وخلفية لرقن السيارة مما يجعل رقن السيارة في الاماكن الديقة امرا سهلا يتم تسعير جاك تي ايت بشكل تنافسي وهو يوفر قيمة ممتازة مقابل السعر وتأتي مع ضمان في دول الخليج لمدة 6 سنوات او 150 الف كم مما يوفر راحة البال للمالكين اما الاقتصاد في الاستهلاك الوقود متير للاعجاب ايضا حيث يبلغ الاستهلاك المزعوم 7.3 لكل 100 كم اما سعر جاك تي ايت في السعودية قبل يومين من نشر هذا الفيديو هو 81 الف ريال سعودي اي ما يعادل 294 مليون سنتيم مع احتساب كامل الرسوم في الاخير اذا كنت تبحث عن سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم فان جاك تي ايت يستحق بالتأكيد التفكير فيه سلام